اشتركوا في القناة اهداف الدرس تبين اهمية مرحلة الشباب تستثمر مسئولية الشباب المسلم تحدد ملامح شخصية الشباب المسلم تشرح واقع الشاب المعاصر اهمية مرحلة الشباب تعد مرحلة الشباب من اهم المراحل التي يمر بها الانسان حيث تبدأ شخصيته بالتكامل والنذج الجسمي والعقلي وهي مرحلة الحيوية المتدفقة والقوة بين ضعفين ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد قوة ضعفة وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير فالشباب المسلم المستقيم يمثل جانب القوة في الوطن وحجر الزاوة في بناء نهضتها الشباب والشعور بالمسئولية الإنسان مسؤول عن هذه المرحلة المهمة من عمري وأن الله سأله يوم القيام عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه فلا يليق به أن يلهو في وقت الجد أو يتقاعس عن العظائم وليس له أن يتواكل أو يسوف وإنما هي العزيمة والأقدام والعمل ويأخذ من الترويح المباح مثل الرياضة النافعة بالقدر المناسب ليعود بعد ذلك إلى ما يليق به من الجد والمثابرة وينطبق هذا حالنا حتى في مجال التعليم إنما الطالب لا بد له أن يجتهد حتى لو كان عن بعد لا بد له أن يراعي الظروف الحالية ويحاول بقدر المستطاع أن يجتهد ويتابع الدروس أولا بأول ملامح شخصية الشاب المسلم شخصية الشاب المسلم شخصية متوازنة وإيجابية ومتكاملة تقوم على الأصول الصحيحة وتشمل الجوانب كلها في إنسجام وفاعلية وأبرز ملامح شخصية الشاب المسلم فيما يلي مع خالقه سبحانه وتعالى يؤمن به ويكثر من دعائه ويتوكل عليه ويطيع فيما أمر وينتهي عمانها ويرضى بقضائه وقدره ويجتهد في عبادته مخلصا له وحده لا شريك له متبعا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع معاملاته وأخلاقه ثانيا مع نفسه يستقيم على الدين ويعتني بجسده وأخلاقه ويجتهد ليكون قدوة لغيره في عبادته وأخلاقه وسلوكه وهيئته وتصرفه وسائر شؤونه جادا في تحصيل ما ينفعه متقنا لتخصصه معتدلا في تفكيره نظيفا في هيئته يلازم الرفقة الصالحة ويحسن عمل الخير ويطقنه كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يطقن ثالثا مع والديه يكون بارا محسنا إليهم يعرف قدرهما وما يجب نحوهما ويحوطهما بأجمل مظاهر الاحترام والتقدير ويبذل في رضاهما الغالي والنفيس متمثلا أمر ربه في قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الدل من الرحمة وقل رب يرحمهما كما ربياني صغيرة رابعا ما أخوته وأقاربه وأصدقائه يحبهم في الله حبا صادقا بريئا من أي غرض يلقاهم بوجه طلق وسريرة نقية وينصحهم بالمعروف ويفي بما يعدهم به وينهاهم عما يضرهم ويرفق بهم ولا يغتابهم ويعفو عمن أساء إليه منهم ويلتمس العذر المقبول لهم ويدعو لهم وحاله معهم كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه خامسا مع وطني يمنحه ما يستطيع من الخير والنفع والمشاركة الإيجابية في المجتمع ويكف شره وأذى فلا يغش ولا يقدر ولا يخدع ولا يشهد زورا ولا يحسد ولا يتكبر ويحسن إلى أخوانه المسلمين ويرفق بهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن سترى مسلما ستره الله يوم القيامة هذا بشكل عام ملامح شخصية الشاب المسلم الشباب والواقع المعاصر كما لا يخفى علينا أن الشاب يتعرض يتعرض الشباب المسلم اليوم لهجمة شرسة بأشكال وأساليب متنوعة تروج الأفكار المنحرفة والتحزبات والأفلام الماجنة والمخدرات وغير ذلك من ألوان الفساد ومن مقاصد هذه الحملات الشبابية الشرسة إضعاف الإسلام وتحطيم مناعته وقتل شهامته وتبديد ثرواته وإفساد عقول شبابه وتشكيكهم في دينهم وقطع صلتهم بتاريخهم الإسلامي وحضارته وتربيتهم على الميوعة واتباع الأهواء والشهوات وعدم الاكتراث بالفضائل ومعالي الأمور فعلى الشباب أن يكون متمسكا بدينه ومعتزا بهويته ومواطنته واعيا لمخططات أعدائه نموجة فريد للشباب المسلم ضرب الله تعالى في سورة يوسف مثلا للشباب الصالح العفيف الذي يراعي الله ويراقبه في السر والعلانية ويتمسك بدينه ويدعو إليه وينفع مجتمعه وقد ظهر في قصة يوسف عليه السلام معاني كثير منها الاستقامة والعفة وبر الوالدين وصلة الأرحام والعدل والأمانة كما لا يخفى عليكم أن الله تعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر هنا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا